أهلا بكم مشاهدين في زاويتنا الطبية وموضوع جديد اليوم رح نتحدث عن السعال عند الأطفال اللي ترتفع نسبة الإصابة فيه في فصل الشتاء رح نتعرف على أسباب هذا العرض أو هذا المرض مع الدكتور محمد النجار رئيس قسم الأطفال في مستشفى هلال البيرة أيضا رح نتعرف على العلاج ومتى يكون هذا المرض خطير وتفاصيل أكثر أهلا وسهلا فيك دكتور ريسعد صباحا ريسعد صباحا أهلا وسهلا يعني دكتور رفيق البداية السعال هو من الأعراض التي تصيب الأطفال نتيجة لأمراض أخرى خلينا نتعرف من خلال حضرتك ما هو السعال نعم إذن السعال هو عبارة عن ردة فعل طبيعي لحماية الجسم يكون فيها الجسم لحماية نفسه وتخليص الجهاز التنفسي من الإفرازات والبلغم والأجسام الغريبي أحيانا وهو زي ما تفضلت ليس بمرض بحد ذاته إنما عرض لأسباب كثير أخرى متنوعة منها ما هو علاقة بالجهاز التنفسي ومنها أيضا ما ليس له علاقة بالجهاز التنفسي أسباب السعال الأكثر شيوعا طبعا هي الأسباب التنفسي ليلا علاقة بالجهاز التنفسي وه최نا ن empezar بالخص عن التهابات الجهاز التنفسي العليا فأغلب الأطفال اللي بيجون عندهم سعال عادة بيكون عندهم التهابات في إما القصبات الهوائية أو حتى بالحلق أو في الجيوب الأنفية أو إما رشح فهذه أغلب الحالات اللي احنا منواجهها وهي حالات بالعادي بتكون بسيطة وسهل التعامل معها الحالات الأخرى اللي علاقة بالالتهابات الجهاز تنفس السفلي ونحك عن الالتهاب الريوي اللي هو أشد خطورة وفي كثير من الحالات مستاج اللي هو علاج داخل المستشفى عن طريق إعطاء المضادات الحيوية بالوريد ومراكبة المريض بشكل دقيق أكثر يعني دكتور عندما نتحدث عن أسباب الإصابة بالسعال هل الأسباب تختلف عند الأطفال عن الأشخاص العاديين أو البالغين وأيضا أنواع السعال التي تصيب الأطفال نعم كمان بس استكمالا لأنواع أو أسباب السعال عند الأطفال هكينا عن الأكثر شيوعا اللي لها علاقة مباشرة بالجهاز التنفسي ولكن في هناك أسباب ثانية اللي لها علاقة مثل ما يكون أحيانا أم بعض أمراض القلب قد تظهر على شكل سعال أحيانا الارتجاع المريئي عند الأطفال الأصغر سنن والرضع قد يظهر على شكل سعال أثناء النوم أحيانا استنشاك الجسم الغريب عند الأطفال قد يظهر على شكل سعال طويل الأمد الطفل يظل غيب ويرجع وهو بشكي من السعال فهونا لازم نفكر خصوصا في الفئة العمري ما بين ست شهور إلى ست سنوات أنه قد يكون هذا الطفل تعرض إلى حادثة استنشاك الجسم غريب صح أنه في كثير من الحالات الأم أو الأهل قد يلحظوا الحدث أن الطفل كان يلعب بجسم غريب أو كان فيه على أرض مكسرات أو كذا واستنشاك هذا الجسم أو بلعه ودخل على مجرى التنفسي ولكن في كثير من الحالات قد لا يلاحظ الأهل هذا الحدث وبالتالي إحنا كأطباء لازم نشك في هذا الإشي أيضا من الأسباب الشائعة جدا للسعال عند الأطفال اللي هي الأمراض التحسسية بأنواعها مثل إحنا بنحكي حساسية الكصابات الهوائية بنحكي عن مرض الربو بنحكي كمان عن حساسية الغذائية وهنا من خصب الذكر عند الأطفال الرضاء حساسية حليب البكر حساسية حليب البكر قد تكون أعراضها تنفسية أن الطفل بظل عنده سعال بظل عنده عزيز متكرر في الصدر فهون لازم إحنا كأطباء نفكر أنه ممكن يكون هذا الطفل إذا هو بتناول حليب صناعي سبب السعال عنده اللي هو الحليب الصناعي إذن هون مهم جدا القصة المرضية للطفل إذا كانت قصة السعال قصيرة إنه الطفل والله بيرح سخن رشح اليوم بلش يسعل غالبا نحن بنحكي عن التهابات جهاز تنفسي بسيطة وسهل التعامل معها أما إذا كان الطفل عمره مثلا خمس سنين وهو يصار داخل المستشفى أربع مرات بسبب التهابات صدر إذن هون لازم نفكر في أمور أكثر جدية وكمان في عندك اللي هي السعال الموسمي يعني اللي هي كمان نحكي عن الحساسيات مثلا في أطفال في فصل الربيع عندما يتعرضوا لا حساسية الربيع أزهار وطلع النباتات فورا بصير عندهم نوبات كوية من السعال في ناس في فصل الخريف اللي هي الغبار والهواء الجاف فورا بيحفز عندهم السعال إذن الكسة المرضية مهمة جدا الفحص السريري من قبل الطبيب مهم جدا أحيانا نلجأ لبعض الفحصات والصور الشوعية يعني دكتور قبل الحديث عن العلاج والتشخيص في كل هاي الأسباب اللي أنت ذكرتها والأنواع اللي ممكن يتعرض إلها الطفل متى يعتبر السعال خطير على الطفل وأيضا يعني في هذه الحالة ماذا يجب على الأهل التصرف نعم طبعا كلما كان عمر الطفل أصغر ونحن بنحكي أصغر بمعنى أقل من ثلاث شهور كلما كانت الأمور بدأ ينتباه أكثر لأنه هذول الأطفال ممكن يصير عندهم نقص في الأكسجين بشكل مفاجئ إذن إذا كان الطفل عمر أقل من ثلاث شهور وتعرض له السعال يفضل ما نستنى عليه ولا نعطيه فرص كثيرة لأن نتوجه فينا الطبيب اللي يفحصه وشخصه ونعرف بالضبط شو السبب الإش الثاني اللي هي الحالات اللي احنا بنكون خلاص أنه في عنا خطر اللي هي حدوث علامات صعوبة في التنفس علامات صعوبة في التنفس عند الأطفال الأصغر سناً قد تكون أنه مباشرة الطفل يزرك إذا الطفل يزرك إذن هذه من العلامات الخطرة اللي فوراً تستوجب التوجه إلى المستشفى أو الطوارئ الاثنين إذا صار عنده علامات التنفس سريع ثلاث إذا صار عنده علامات اللي هي استخدام عضلات إضافية في عملية التنفس إنه الطفل يستخدم البطن في التنفس أو إحنا بس نطلع على صدر الطفل من لاحظ أنه الأضلاع بارزي أثناء عملية التنفس إن هاي الأعراض تستوجب الذهاب للمستشفى فوراً فوري هذه علامات بتدل إنه الطفل في حالة صعوبة في التنفس وقد يحدي إلى سمح الله تتفاكم الأمور إنه نقص الأكسجين وإلى آخره إذن هذه العلامات إذا إحنا لاحظناها في الطفل فوراً لازم نتوجه فيه إلى الطبيب العلامات الأخرى اللي هي الهزلان الشديد عند الطفل عدم الكدرة على الكلام إنه الطفل بس على درجة مش كادر يحكي أو خمول أو خلال نقول كلة رضاعة عند الأطفال الأصار سنن هذه العلامات كلها اللي إحنا بنستوجب الانتباه الخاص أما الطفل اللي بلعب بركض ومرشح وبكحكح شوي هذا نبو مثلاً جربنا إحنا نستنى أو نعطيه فرصة بسيطة يوم يومين هذا ما يكون ممكن نعم طيب يعني دكتور رفي الختام في الحديث عن العلاج أليات العلاج وهل هناك مثلاً حالات من السعال إنه لا يوجد لها علاج دائم وأنما فقط هو علاج حسب الحالة خاصة اللي هي السعال اللي بيصيب الأطفال في اختلاف الفصول والمواسم نعم طبعاً الأهم دائماً هو تشخيص إذا عرفنا التشخيص بالضبط سيكون سهل العلاج إذا كان سبب السعال هو التهابات فهنا لابد من اللاج الالتهاب الموجود سواء بالمضادات أو كذا وفي الحالات كثيرة من تم استخدام موسعات القصبات الهوائية سواء عن طريق الشراب أو عن طريق التبخرات المختلفة إذا كان السبب حساسي معيني مثلاً مثل حساسية الحليب لابد من قطع الحليب البقري إذا كان السبب حساسي موسمي فممكن استخدام الأدوية خصوصي في فترة تغير الطقس إذا كان السبب تشوهات خلقية أحياناً في الجهاز التنفسي فهنا لابد من عمل ناظور تشخيص الموضوع بالضبط شو هو وعندين علاجه وهنا كمان بس مهم جداً أنصح أنه عدم استخدام أدوية السعال بشكل روتيني من قبل أهل لأنه الكثير من أدوية السعال خطرة وإلى جد استخدامها تحت عمر معين وإحنا بنخص بالذكر تحت سن الست سنوات لا يجوز استخدام أدوية السعال من قبل الأهل بشكل روتيني دون استشارة الطبيب لأنه في منها ممكن يكون خطير ويسبب ممكن يسبب نقص في المناعة وممكن يسبب مضاعفات للأطفال ممكن يسبب اللي هو شيء يسميه رسپارتري دي بيشن اللي هي قطاع التنفس عند الطفل عندما هذه في أدوية تشطل لأنها توقف السعال ممكن إذا كانت الجراء عالي وعند طفل صغير أنها تسبب توقف التنفس أساساً فهنا رجاءاً من الأهل ما يستخدموا أدوية السعال بشكل عشوائي دون استشارة الطبيب نعم ونحن بالتأكيد دكتور دائماً بنأكد على الأهل بالتوجه للطبيب للحصول على العلاج المناسب دكتور محمد النجار رئيس قسم الأطفال في مستشفى هلال ألبيرا شكراً إلاك شكراً لوجودك معنا بشكل المناسب